Z-E-T 9.155 Light هذا بيحدد لك حركة الكواكب مع الأبراج والاقترانات اللي بتحصل لما يكون فيه اقتران بالشكل هذا باللون الأحمر سلبي لما يكون الاقتران باللون الأخضر إيجابي لكن أنت مالك بالسؤال في هذه أنت تبغى التابل اللي موجودة هنا اللي أنا طلعتها لكم تروح على تابل وبعدين بتنزل على بتنزل على Tools تابل وبعدين بتنزل على Planet لا يكون أنا نزلتها هنا تحت خليني يقفل برنامج أعتقد أني أنا قفلتها هذا برنامج Z نفتحه من جديد بنروح عند تابل ممتاز بعدين الخيار الأول Astrological Tables بعدين Ingresses of Planet طيب نختار هذا الخيار Ingresses of Planet وبتحدد أنت هنا التاريخ تبغى 20 إلى 23 بتحط هنا 23 وبعدين بتقول له create هو بيطلع لك التاريخ واقترانات الكواكب مع الأبراج كل تاريخ بينزلك هي بتحط خط عمودي على الشارت وتحدد الشمعة في هذا اليوم وتحط خط أفقي على القمة وعلى القاع من هذه الشمعة بيطلع لك دعوم ومقاومات أفضل من اللي موجودة على أغلب الشارتات لأن هذه دعوم ومقاومات فلكية ممتاز هذه أقوى وأدق وعليه شروحات كثيرة في اليوتيوب ممتاز الله يسلمك خياسي خاضرين حبيبي ترجمة نانسي قنقر